عند رؤية هذا المشهد قد يتسأل البعض كيف لهذه الأقمشة التي بالكاد تستر ما في داخلها أن تجابها ويلات الشتاء الذي بات على الأبواب هذه الوسائط البلاستيكية هي جل ما تتسلح به أم محمد وعائلتها النازحة في مخيم تلدم جنوب إدلب وكلها أمل بأن ما تصنعه سيصمد في وجه الشتاء هذا العام هذا النتشيس ما يساوي نشيوك لك الله شايف إذا ما صارنا حطاب وصارنا صوبات وصارنا شغلات للويلات منين دنجي هذا النتشيس يمنعنا المطار بكرة؟ لا والله ما يمنعنا والله عمل أول طفن طلعت الماء وفي لك الله من البراكة يمشرد هالحزين ثلاثة أربعة الشهر ما أشوفنا من إرمضاء للبارح تاجتنا زادين سلي كل بيت سلي هاي جيانا حاجة المخيم الذي يؤوي نحو خمسمائة نازح ونازحة لا تقتصر على لوازم درء الشتاء فحسب بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك لا فرق بين نازح في المخيم ومسؤول فالمعاناة والمناشدة واحدة كنا ولازلنا نناشد كان الرد بطيء جدا لا يوجد استجابة بقدر المستطاع كان الرد مجرد سلة معونة أو سلة أسعافية لا تفيد بشيء بالنسبة لموضوع الشتاء نحتاج إلى أسقف عوازل تقينا من المطر هذا أيضا نحتاج إلى عوازل الأرضية العوازل الأرضية بتعرف مثل ما بتعرف أنت حتى ما تخرج علينا المي من جوه وكل شيء بالخيم راح يبتل من وراء الموضوع هذا سحابة الشتاء السوداء نحو هذا المخيم تتقدم ومخاوف النازحين من ويلات ما سيجري تتزايد وبين هذا وذاك المنظمات المعنية بالشان الإغاثي لا تزال غائبة